اهلا بكم بخلقة جديدة النهاردة هو فيديو جديد عن اكتر موضوع انا كراشا بتحيب بتكلم فيه هو موضوع law of attraction او موضوع قانون الجذب والنهاردة انا عادت حضارتي بقلي كتير قوي بذاكر في الموضوع دوت عشان اتكلم عنه والنهاردة هنتكلم عن ازاي تأتراكت او ازاي تجذب شخص معين باستخدام قانون الجذب يعني ازاي تجعل شخص انت معجب بيه او بتحبه او بتكراش عليه يبتدي يعجب بيك ويحبك باستخدام law of attraction او قانون الجذب وهل ده ممكن ولا لا طبعا انا اتعرض لهجوم مش طبيعي لشان موضوع موضوع قانون الجذب بيقولك ده بقى نوع من انواع الحاجات كتيرة يعني شفت فيديو كتيرة قويه الناس بتتكلم فيها بس it's kind of trust يعني طيب فالنهاردة هنتكلم ازاي تقدر تجذب شخص معين وتخليه حبة تخليه عجب بيك وتخليه تعلق بيك عن طريق عقلك الباطن او عن طريق قوة عقلك الباطن وازاي الشخص ده يبقى هو اللي عايزك وهو يعني بيكلمك وهو يعني يعني نحول الاية من كده لكده طبعا زي ما قلتلكم مواضيع قانون الجذب دي يا جماعة انا عاشقة لها ممكن اعطاك كلام عنها سنين وسنين وبزهقش منها لان انا شايف ان هي power وان هي السحر وان العقل الباطن ده حاجة قوية جدا جدا لازم كل الناس تستخدموه طيب خلونا نكون متفقين ان قانون الجذب ده هو جزء من حصن الظن بالله او ان انت يكون مقتنع ان لما انت تفكر بايجابية الحاجات الحلوة اللي انت هتفكر فيها تحصل لما هتفكر بسلبية الحاجات الوحشة اللي انت هتفكر فيها تحصل فقانون الجذب بيأكد ان الحقيقة الوحيدة الموجودة في العالم دي بتتكون في عقلك الاول قبل ما تحصل يعني الناس فاكرة ان الحقيقة هي بتحصل في الكون انت من جوه انت اللي بتشكل العالم والكون عن طريق افكارك عن طريق تخيولاتك عن طريق الفيجوليزيشن بتاعتك يعني مش الكون هو اللي بيعاشيشك الحقيقة بالعكس يعني انت من دخلك كده انت اللي بتكون حقيقة مستقبلك يعني انت اللي بتحدد مستقبلك انت اللي بتحدد طريقك انت اللي بتحدد الكون هيمشي معاك ازاي ففيه فلسفة يعني علم الفلسفة بيقولك ان ما فيش حقيقة مطلقة في الحياة غير ان احنا من خلال عقلنا الباطن او من خلال inner power بتاعتنا او قوة عقلنا الباطن او قوة مشاعرنا وطاقتنا احنا اللي بنحدد what's going on اللي هيحصل لنا اوكي يبقى يعني لازم مطلوب منك ان انت بقت create your reality create your future انت اسمع مستقبلك ما تخليش العالم هو اللي تلعب بيك لا انت اللي تلعب بالكون انت اللي تلعب بمستقبلك يعني انت اللي هتحدد طريقك انت اللي هتحدد انت هزمش ازاي انت اللي هتحدد your future انت اللي هتحدد كل حاجة في حياتك عن طريق قوة عقلك الباطن عن طريق ال positive thoughts او اللي هي الافكار الايجابية بتاعتك بصوا انا هنسع تأذر من حاجة ان انا المشكلة عندي ان انا في حاجات عارفاها بالانجلش ومش عارفاها بالعربي فانا هقولها بالانجلش وحاول ترجمها بالعربي فلوقت منكو كلمة انجلش افهموا مجمل الكلام علشان انا حتى كتبة نوتس بتاعتي بالانجلش فما علينا امش اقصد دي حاجة والله ايش محدش يجي هجمني بس انا فيهمتها بالانجلش او اخذ الكورس بالانجلش بالعربي بحاول ترجمه في دماغي يعني طيب طيب عايزين نفهم بقى ازاي بقى انا دلوقتي في شخص specific او شخص محدد انا معجبة بي انا كا احمد او كان راجل او امرأة وعايز الشخص ده يبقى عنده passion نحيتي ملهف كده عنده حب عنده طاقة نحيتي هل انا ممكن اعكس الطاقة بتاعته وخليه وعايزني وخليه وعايز تعمل معي وخليه وعايز يقرب مني ممكن تخيله ازاي بقى ان انا بدل ما هغير عامل شفت للشعور بتاعه المشاعره بدل ما هحس ان انا اللي محتاجاه ان انا اللي عايزاه ان انا اللي عايزاه يقربني فانا انا هعمل شفت للمشاعر بتاعتي من ان انا محتاجة الشخص ده انا عايز ازاي انا بفكر فيه انا عايز اقرب منه هفكر بالعكس هو انا هنعرف هو بيفكر فيه ازاي معرفش اعرف هو بيفكر في ايه من نحيتي حاسس من نحيتي معرفش يبقى انا هتخيل وهه visualize اللي انا عايزاه انا بدل ما خليه هو يتحكم فيه لا انا اللي هتحكم فيه هكس الاية الباور تجي من نحيتي انا طيب ازاي هست ال بتاعتي الطرحة بتاعتي انا طيب يعني انا هغير الباور بتاعتي الشخص ده واخليه هو عايز يقرب مني عايز يكون حولي عايز يكلمني عايز يشوفني عايز اي حاجة تجي من نحيتي انا مش هحس بالحاجة ولا هحس يعني مش انا اللي محتاجاه هو اللي محتاجني والله يا سلام هنتحر وانا هحس ان هو اللي عايز يقرب مني هو اي طاقة احتياج او اي طاقة نيد يعني انا مش محتاجاه انا مش عايزاه هو اللي عايزني لان انا ما عرفش هو بيفكر ازاي فانت هتغير الاسمشن بتاعتك هتغير الفورميولة بتاعتك الفورميولة اللي هي بالعرب اسمها المعادلة بتاعتك من ان انت كومبليتلي انت عايزه لال هو كومبليتلي هو اللي عايزك هو اللي عايز يقرب منك هو اللي عايز يكون حوليك هو اللي عايز يعرفك اكتر هو اللي عايز ولازم انت صورتك الذاتية او!!! بشكل يعني تبقى انت واثق ان انت تستحق ده يعني صورتك الذاتية وتخيلتك عن نفسك اا تبقى انت شايفها ان انت حاجة كبيرة ان انت حاسس بقيمة نفسك وحاسس ان تكون بتحب نفسك وحاسس ان انت حاجة عظيمة فالشخص ده يا السلام هو يقول اصلا ان هو يعني واو يعني ان انا كون قريب منه او ان انا كون حواليه يبقى انا الصورة الذاتية بتاعت نفسي لازم تكون very positive عشان الصورة الذاتية اللي إنا هشوفها بنفسي هو الي هيحصها طيب يبقى انت هاتغير المستعمال الشفante وال Heritage وت hav 항상 y financi المستعمال من إنا اللي أخبر واهمت الأن اللي محتاج وهنا اللي بحبه أعكس هو الي عايزني، هو الي هيموت علي هو الي عايزم د على منا وهويلا عايز خل Linda لا أكثر But I don't need وليأنيKim ما اعرفش هو ايه!」yi يدور في عقله الباطن هم يقوم باكون هذا المني افكر فيه انا李 Scholars Practice أنا وحشة على طول عايز يكلمني عايز يكون حوالي يبقى أنا لازم أتشينج البليفز بتاعتي أو المعتقدات بتاعتي مش أنا اللي عايزة هو اللي عايزني ده قادر رقم واحد وهو محتاجني وهو هيموت علي وهو عايز يقرب مني طيب يبقى أنا هحط الشخص ده بقى في دماغي يفضل والله يبقى يبقى دايما صورته حضرة في دماغك إزاي يبقى عندك صورة لي لو أنت مثلا تقدر تدخل على الفيسبوك على الانستجرام بتاعه وتعمل سكرينشوت وتاخد صورة عنده وخليه على الموبايل عندك ليه؟ لأن أنت كل ما بتشوفه أكتر بتقوي بتإمباور عقلك الباطن ناحيته أكتر طيب إيه كمان يا أستاذة رشا يعني في حد كتب كلام غريب بس معلين طيب أنت عارف أن الهرمونات بتاعتك لما تيجي تتفكر في الشخص ده بتعمل فيزيك الباور كده أو فيزيك الأنرجي بتوصل للشخص ده يبقى أنا كل ما بفكر بحس أن أنا وأن أنا بفكر في الشخص ده وهو كمان بيفكر فيه أكتر أو هو عايزني أكتر الأنرجي دي بتوصل فيزيكلي هو بيحسها هو كمان طيب أنا بقى هامل هامل إيه عشان خاطر الشخص ده يفكر فيه هقولوكو على أربع حاجة يبقى أول حاجة هفكر بطريقة بوزيتف على نفسي لازم أنا أكون شايفة أن أنا أستحق أن الشخص ده يبقى بيجري وراي بقى أعيزني وشايفة أن أنا حاجة ما حصلتش وشايفة وثقة في نفسي حاسة بقيمة نفسي حاسة أن أنا أستاهل البليبز بتاعتي أو المعتقدات بتاعتي على نفسي هي اللي هتوصله فمن فعش أقول إيه أنا عمري ما هقدر أعمل كده مستحيل إن أنا أصلاً إن هو هيفكر فيه مستحيل إن هو هشوفني أنا مش حلوة أصلاً أنا مش أتراكتب أنا وحشة أنا مش ستايل أنا جسمي وحش أنا تخينة ده غلط بالعكس أنا بقى بكل اللي فيه ده هو بيموت فيه وعايزني ومنيت حياته إن هو يرتبط بيه فاهمين؟ يعني ما قلشي ما صدرش عيوب لنفسي ما صدرش مشاكل لنفسي طيب ومحطش أي روم أو أي دوت أو أي شك إن عكس اللي أنا عايزة ده هيحصل يعني ما حطش شك إن الشخص ده وبيفكرش فيه وإن أنا مش في دماغه وإن هو أصلاً عمره ما هيبصلي ولا عمره هيشوفني طيب أول تمرين عايزةكوا تعملوه إن أنت أول ما تصحى من نون أول ما تصحى من نون عايزةك لمدة 17 ثانية تتخيل إن الشخص ده بيتاكستيو أول ما صحى من هون كده بيبعث لك ميسدج أو إن هو بيتكلمك الصبح يقولك وحش تاني أو نسي يشوفك إنت فين عايزة قابلك قبل ما روح الشغل يلو أنت قابلنا تغدى النهاردة تتخيل 17 من 17 دقيقة 34 دقيقة أو 37 دقيقة إن الشخص ده 34 دقيقة إن الشخص ده يعني الفكرة دي 17 ثانية سوري 17 ثانية لحد 34 ثانية دقيقة 8 إن الشخص ده بيكلمك بيبعث لك ميسدج الصبح عايز تطمن عليك عايز أكد أنت كويس إن هو بيفكر فيك دي حاجة أساسية تاني حاجة حط صورته على الموبايل عندك أول ما تفتح أول ما تفتح عينك افتح الصورة وتخيل الشخص ده يعني تخيل إن هو بيقولك كلمة من أنت نفسك تسمعه منه إن هو عايز كلم معيك عايز شوفك إن أنت وحش قوي إن أنت قريب منه إن هو محتاجك فالصورة دي لازم تستخضرها في عقلك الباطن أو تتخيلها حتى في السقف عايزي ما فيش مشكلة يعني موضوع مش مش موضوع هو اماجينيشن أكتر أو بيعتمد على عقلك الباطن أكتر إن أنت تتخيل صورة الشخص ده وهو عايز يقرب منك عايز يعرفك كل الحاجات دي مهمة جدا جدا سلام افتح الباب أوكي طيب يبقى كل ما بتستخضر صورته وتتخيل تفاصيله وتتخيل شكله وتتخيل صوته وتتخيل ريحته كل ما بتقرب أكتر وبتقرب عقلك الباطن أكتر للشخص ده أوكي طيب يبقى أنا هو اللي عايزني مش أنا اللي عايزاني مين دي ماها يا عمر سلام لا يا جماعة استنوا بقى هنا تمرين مهمة جدا هو تمرين الميا إن أنت قبل ما تاكل أي حاجة إن أنت قبل ما تعمل أي يا جماعة واتوا صوتك افتح الباب يا ان انت قبل ما تاكل حاجة قبل ما قبل يا جماعة معلش سرعة فيه وحد صاحبتي جات والكلب إحنا بس بنمسك الكلب فإن طبعا طبعا مش عارف هو اللي إن أنت قبل ما تاكل أي حاجة أو قبل ما تشرب تعمل كوباية مياه تجيب مياه كوباية ده تمرين أصلا بيستخدم في قانون الجذب وهو التمرين المياه إن أنت تجيب كوباية مياه ساقعة مسخنة وقبل ما تاكل إن أنت تمسك كوباية المياه دي وإن أنت تعمل للباور بتاعتك بتعمل للمشاعر بتاعتك بتعمل للمشاعر بتاعتك وإن أنت تتخيل إن الشخص ده عايزك ومحتاجك في حياته وعايز يقرب منك وعايز يشوفك وعايز يكون دايما حواليك وعايز يلمسك وعايز تبقى بتاعه وإن هو بيموت فيك وبيحبك حب عميق وتشرب المياه ده وإنت حس أنت خلاص إذا ما تشربها بتريليز كل المشاعر المشاعر وبتأتراكت المشاعر طيب بعدين في أفرميشنز كده أفرميشن اللي هو توكيدات توكيدات ديت لازم تستخدمها كل يوم الصبح قبل ما يعني قبل ما تصحى سوري قبل ما تصحى بعد ما تصحى بعد ما تصحى على طول وقبل ما تنام التوكيدات بتقول إيه أنا كتباها معلش إن الشخص ده مثلا يعني تقول أنا عارفة ومتأكدة إن مثلا سي أحمد أو إن عمر أو إن سارة أو إن راشا بيحبني ومعجب بيه وهيموت علي مثلا ومالهوف علي وأنا عارفة إن أنا مثلا بيفكر فيه طول اليوم وإن هو مش قادر يستغنى عني وإن أنا شخص مميز جدا جدا بالنسبة له وإن هو محتاج لي فإنت كده كأنك بتكلم عقلك اللواعي أو عقلك الباطن بتأفرمي بقى أنت لازم تديله أفرميشن أو التوكيدات إن الشخص ده بيحبني شخص ده بيحبني حب عميق إن هو عايز يتجوزني إن هو عايز يرتبط بيه ارتباط رسمي إن هو بيغير علي إن هو بيخاف علي أوكي؟ طيب آخر حاجة لازم تكون عارفها إن إنت لازم بعد كده تلاتة جو إن إنت تتحرر بقى يعني إن إنت خلاص بقى تفوكس على نفسك إنت طول اليوم إنت بتعمل التمرينات دي الصبح يعني التمريات للأقتال الصبح والتوكيدات دي صبح وبالليل وخلاص بقى بتعيش حياتك بتركز على نفسك حب نفسك أهل الحاجات اللي بتحبها اهتم بشكلك اهتم بالرياضة بتاعتك اهتم بشغلك إنجح اقوى ما تفضلش حاطة الموضوع في دماغك لازم تلاتة جو لازم ما يكونش عندك شك لازم تبقى متأكد إن إنت تقدر تعمل كده لازم تتأكد إن كان دوت لو إنت عندك شك إن إنت مش هتعرف تعمل الكلام ده هتفشل لازم يبقى عندك يعني كقة إن الموضوع ده هيحصل يعني هيحصل لازم تحاول تغير الassumption بتاعتك يبقى أنت هتغير أفكارك الأفكار بتاعت عقلك الباطن من أنا عايز لهو عايز أو هي عايزة الموضوع ده على فكرة إن فهيتعمل مع أي حد ملوش مقياس يعني فهيتعمل في أي وقت أنا دايما أكتر طاقة بتكون موجودة أول ما بتصحى من النوم قبل ما تنام فدايما لو عايز تعمل أي law of attraction يعني تمرينات law of attraction بتعملها قبل ما تنام أول ما تصحى من النوم إن الباور بتاعتك بتبقى في القمة بتاعتها أو في الظروة بتاعتها أوكي الأفرميشن أو التوكيدات دي ممكن تقولها بصوت مسموها ممكن تقولها في عالك الباطن يعني مثلا أنا بحب مثلا حتى اسمه أحمد هقول مثلا أحمد ده أنا متأكد هو بيحبني إن هو عايزني إن هو عايز تكوزني إن هو إن أنا حب عمره إن هو بيفكر فيه على طول إن هو نفسه يقرب مني إن هو نفسه يعني التوكيدات دي مهمة جدا حتى على فكرة في جذب الفلوس أو جذب الوظيفة استفدام التوكيدات الإيجابية دي حاجة مهمة قوي قوي طيب في سؤال تتسألني هنا هل فعلا الكلام ده أنا بقولكه بنسبة مليون في المية إنت يعني لو عملت التمرينات دي التمرينات دي كلها بتحصل في عقلك على فكرة في عقلك الباطن يعني حصت والله العظيم إن هو ده حصن تظن بالله إن أنت تبقى حاسس إن الشخص ده زي ما أنت بتفكر فيه هو بيفكر فيك هو عايزك هو يعني حنعكس بس الطاقة من أنا عايز لهو عايز هي دي الفكرة ببساطة شديدة جدا زي ما قلت إن عقلك الباطن أو إن سابكنشوس ماين بتاعك ده هو اللي هيتحكم في مستقبلك هو اللي هيتحكم في اللي هيحصل لك في الحاجات الحلوة أو الحاجات الوحشة أنت لما تفكر في حاجة سلبية بتكذب حاجات سلبية بتفكر في حاجات ايجابية بس كده واشكركم يا رابي الفيديو يكون عجبكم عندي سؤال بقى قولولي الناس اللي عملت قبل كده هل عرفتوا تكسبوا شخص محدد وشخص معين في حياتك ونجحتوا في الموضوع دوت ولا لا قولولي حصلت ازاي عملتوا كده ازاي وقولولي قصصكم مع قانون الجذب وهل انتوا بتؤمنوا بقانون الجذب واللو اف اتراكشن ولا لا يا جماعة trust me يعني اكيد انا مش بقول اي كلام واي هابل وخلاص اعملوه انا عملتوا في حاجات كتيرة بحياتي ونجح معايا جدا ممكن اقول ان هو نجح معايا في شغلي جدا جدا فdo it try اهم حاجة عندي ان انتوا ملكمش عندكم شك ان انتوا متقعدوش متعلقين بالحاجة ومحتاجين انهم حاسين انتوا لو الحاجة دي ما حصلتش انتوا هيجراركوا حاجة لا خلوا عندكم يقين ان الحاجة دي هتحصل شكرا وهستنى الكمانتز بتاعيكو تحت قروي بتفرج عليها من فين وحكووا لي قصاصكم مع قانون الجذب قصص حقيقية وناس تكتب فعلا قصصها اللي انا متأكدا فيه ملايين ملايين من القصص حوالين العالم كله موجودة وناس عملتها ونجحت فيها بجدارة هنعمل بقى انا هحاول ان احنا كل اسبوع نعمل حلقة عن قانون الجذب عشان انا بحب موضية قانون الجذب اكتر بكتير جدا من الابراج واكتر من كتير جدا من الريلاشنشيب ده passion عندي وده بالنسبالي best of the best يعني شكرا وبجد تنكو على كل التعليقات الايجابية اللي انا شايفها انا مش عارفة رودة طبعا بس الكلام عمل بيجري كتير قوي يعني شكرا للباور بتاعكو والكلام الحلو قوي قوي بتاعكو في حد بيثاني على رونه روج هو ماك بس انا مش عارفة هو رقمه كان بالزبط يعني بس هقولكو لو عرفت يعني هبقى اكتبلكو تحت في الكومنت thank you bye bye مع السلامة